كم ستطول هذه الحرب حتى تستعدون على الأقل للسيطرة على إقليم دارفور مرة أخرى من قبل الدعم السريع؟ كم تحديدا؟ أنا حتى هذه اللهزة أرى أن الحرب قد انتحت عندما حصرت قيادة الجيش وعندما حصرت كل القيادات الجيش بما في ذلك المضرعات وغيرها لقد تم كسر الشوكة والأزمة الزهري للدعم السريع فالآن نحن نتعايش في تداعيات والآن نحن فقط نتعايش في آثار الحرب كيف الحرب انتهت سيد مناوي؟ عفوا لأن كلام حضرتك مهم جدا أنت واحد من أهم المسؤولين في السودان الآن تقول أن الحرب انتهت أنت حاكم إقليم دارفور تحدثني في هذه اللحظة من بور سودان لا تستطيع أن تكون موجود في دارفور أو في مدن دارفور في هذه اللحظة فكيف الحرب انتهت سيد مناوي؟ أنا سأكون في دارفور في أي وقت متى ستكون في دارفور؟ أنا وجود في بورد سودان موجود في عاصمتنا الإدارية وأنا في داخل السودان أنا لست في بورد أديس أبابا أو في بورد كينيا أنا في بورد سودان متى أعلنت بورد سودان عاصمة إدارية للسودان؟ عندما تم نقل العاصمة إدارية حين كان الدعم السريع والدول الدائمة حاصرت القصر والقوات وكذلك القيادة العامة وقتلت شعب السوداني وهجرت شعب السوداني من مواقعها فلذلك كان تم نقل العاصمة الإدارية من الخرطوم إلى بورد سودان أحد الأسئلة من أخي يسمى منصور أحمد يقول لك أنت حاكم لإقليم دارفور؟ لماذا لا تعود إلى الفاشر؟ لماذا لا تدير المعركة بنفسك؟ ما ردك على منصور أحمد؟ الله هذا سؤال سازق جدا فأنا أقود المعركة أينما كنت أنا أقود المعركة حتى من خارج السودان أخي من ناوي سامحني بالتأكيد هذا لا يليق بمسؤول رفيع مثلك أن تصف مشاهد أرسل لك سؤال بشكل لا يبدو فيه أي جرح لك أو أي تقليل هو يقول لك لماذا لا ترجع إلى الفاشر؟ كنت أتمنى منك أن لا تتحدث إلى رجل أرسل لك رجل سوداني يحاول أن يسألك سؤال أن لا تقلل منه سيد